لما بنتكلم عن مرونة الدولة في التعامل مع هذا الملف أعتقد ده واضح من خلال التعديل اللي تم قانون 17 لسنة 19 لقانون 27 لسنة 23 إيه هي بعض الإجراءة؟ طبعا مش تقدر نتكلم عنها كلها أكيد عشان الوقت إيه بعض الأمور اللي تم تعديلها في هذا القانون؟ أولا تخفيض قيمة الرسوم الممنوحة المفروضة على تخفيض قيمة الرسوم كذلك أن يتم تقديم الأوراق المتمثلة في البطاقة الشخصية والملكية وسور من الرسومات المدنية والإنشائية لهذا الأمر وكلام وتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين كمان النقطة الأخرى في محافظة القاهرة 37 مركز تكنولوجي حيتولى استلامه متابعة هذه الإجراءات وما إلى ذلك على مستوى الجمهورية أعتقد أنه عندنا 341 مركز تكنولوجي حيتابع في نفس هذه العملية وإشراف المحافظات والسدى المحافظين ونوابهم وما إلى ذلك كذلك في نقطة مهمة أوي أن من سبق له سداد القيام في السابق وما إلى ذلك وما زالت لديه المهلة ولم يتجاوزها لن يحصل منه رسوم جديدة وده بيأكد أن هي المسألة ليس مسألة عقاب المسألة مسألة تنظيم وليس مسألة جباية زي ما بيظن بعض الذين أوسعون غمزا وهمزا ولمزا فيما يخص هذا القانون وبالمناسبة أسد زدنا الكرام كأكاديم متخصص وإدارة وسياسة وتنمية مستدامة ما يحدث هو بحق هو ربط العلم بالعمل نحن نسعى إلى مصرنا الجديدة هناك كود عمراني مصر بتنشده منذ فترات طويلة خلال العقد الماضي وما إلى ذلك لن نستطيع تحديده وإحداثه بعد مناقشات كثير قوي مع السادة المهندسين والمختصين في هذا الأمر ألا بالضبط الحقيقي لهذا وأنا بقول لمواطننا المصري أن هذه فرصة هذه الملونة التي أبدتها حكومتنا للتصالح القانون حتى يا أستاذ مننا ملقب بقانون التصالح وهنا في مخلفة لا ننكرها ولا الحكومة بل ولا المواطن ينكرها وما إلى ذلك وأظن أن في 15 أكتوبر 2023 حصل المسح الفضائي عبر الطائرات أو ما إلى ذلك لتثبيت الصورة الحالية لما لذلك الأطمار الصناعية لأن القانون ابتدى يتحدثوا أنه فعلا وتدخلت القيادة السياسية العليا وما إلى ذلك لتبسيط الأمور على المواطن ورفع الكثير من كهينه ولعلكم تذكرون حينما قاب السيد الرئيس الجمهورية بالزيارة الكيلو أربعة ونص والمساء والمخالفات أنا استغربت جدا وكنت سعيد جدا بهذا اللقاء كوكبة من القادة وبيتقدمهم السيد الرئيس وكانت المناقشة في إزاي نفتح الشوارع ونكبرها عشان الإسعاف عشان الحرائط لقدر الله عشان الصرف الصحي عشان توصيلات المياه والغاز وتعويد الناس اللي حنتطر أن نزيل للمنفعة العامة بأمثلها وأفضل منها وما إلى ذلك إذن الحلول هو مبدأ للحكومة المصرية ويمكن ده بيسعدني كمواطن مصري قبل ما أكون أكاديم ومتخصص أني أجد الحكمة الحكمة مهمة أوي من القيادات وما إلى ذلك في هذا الشأن هارتك كلمت عن عدد من المراكز التكنولوجية اللي حتكون مستعدة لاستقبال الطلبات ده ما يخلناش نقوله أن احنا محتاجين أبليكيشن كمان ممكن تيسر على الناس أكتر لتلقي الطلبات لإتمام الدفع من خلالها أعتقد ده ممكن يساعد عدد كبير أنه هو يكون أكثر التزاما خوفا من أنه يقف طوابير أو يتعطل أو الالتزام الجميع بأشغالهم مثلا أعتقد الأبليكيشن ممكن تيسر كتير بالفعل هناك حاجة لهذا وشرعه بالفعل في تنفيذه وسيبدأ مع هذا القادون التفاعل معه بمتال جديد مصر الرقمية لا أتصورها بدون هذا الأبليكيشن خاصة أن المشكلة ما هي مشكلة فردية مشكلة موجودة في الأراضي الزراعية وفي الصحراوية وفي منتجعات وفي الكنبات الخاصة وفي الأحياء الشعبية أيضا وما إلى ذلك يمكن ابتدت تكون فيه تبسطات وفيه توعية وفيه برامج محترمة زي حضراتكم بتصبحوا على المواطن بأخبار جيدة في هذا الشأن ونوضح له إيه المطلوب منه تمام جديد